سلام المسيح وأهلا وسهلا بكم بتأملنا لهذا اليوم اليوم راح نتأمل بكلمة قل كلمة نقرأ من إنجيل متى وصاحب الثامن والعادات من خمسة إلى ثمانية ولما دخل يسوع كفر نحوم جاء إليه قائد مئة يطلب إليه ويقول يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا فقال له يسوع أنا آتي وأشفيه فإجاب قائد المئة يا سيد لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي لكن قل كلمة فقط فيبرأ غلامي هل فكرت للحظة بطرق شفاء المسيح للمرضى هل كانت في وقت معين لفئة معينة بطريقة معينة وهل كانت للمؤمنين فقط المسيح ما كان عنده طقوس معينة للشفاء لكل حالة كان بيستخدم طريقة معينة وهو بيشفي بكل الأوقات واليوم هو عنده السلطان للشفاء من أيداءه المسيح كان يجول ويعمل خير وشفاءه كان لكل البشر ومن ضمنهم الرومانيين اللي كانوا بيعتبروا وثنيين وشفاءه حتى هاليوم موجود للغير المؤمنين همنا كل هالأمور تدل على قمة الرحمة والمحبة للبشرية والمساواة قائد المئة روماني وعنده غلام مريض وأكيد غلامه هو عبده من دولة وثنية أكيد ما كان يهودي لكن اتبين من خلال الطلب والحديث هذا الضابط أنه كان عنده إيمان قوي بالرب يسوع قل كلمة كلمة الله حية وفعالة فيها سلطان وقوة الله خلق العالم بكلمة والآن هذا الروماني مؤمن بمن هو المسيح هو الله الظاهر في الجسد يعلن إيمانه بالمسيح أنه هو الله بيعترف بقوة تأثير كلمة المسيح أنت تقدر اليوم تطلب من الرب يسوع أن يقول كلمة على حياتك الروحية على حياتك العائلية على حياتك الزوجية على حياتك العملية والدراسية وعلى حياتك الصحية قل كلمة يا رب على بلداننا بلادنا محتاجة إلى الشفاء فعلا لكي تشفى من كل فساد وباء وخطر وتشفى أخلاقيا وروحيا قل كلمة يا رب على بلادنا باسم المسيح آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر